لسا مكملين مع حضراتكم في فقرات سبع الخير يا مصر ونروح لبانلاستك دي مبادرة شبابية اختار أصحابها أنهم يرفعوا الوعي بقضايا التغيرات المناخية والبيئية بأشكال مختلفة منها على سبيل مثال تنفيذ أكبر حمل التنظيف لشواطئ الإسكندرية اللي هتم بكرة وكمان هيكون في عرض مصرحي اسمه سيبن هلكو مخدرة ده عرض حاكي بيئي فيستهدف عرض القضايا البيئية المختلفة خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه المبادرة من أحمد يسين مؤسس شريك مبادرة فانلاستك صباح الخير عليك وأهلا بك معنا في صباح الخير يا مصر صباح النور وشكرا جدا على استدفتي في برنامج كنت بصحة عليه كل يوم وأنا صغير فأنا سعيد جدا جدا أن أنا أبقى أول مرة موجود فيه يعني صباح الخير يا مصر إحنا لسعداء بهودك يعني خلينا بقى نعرف منك كده في البداية أكتر عن حملة تنظيف جانس من سيدي بشر المنظرة ويمكن نكلمنا أكتر بقى على فانلاستك آه مبدئيا طبعا شكرا جدا على أنك يعني سلطت الدوء على فكرة واحد من أهم الإيفانس أو الحملات التنظيف اللي احنا بنعملها وهو جانس وسمناه جانس لأنه فعلا أكبر حملة تنظيف شاطئ في العالم ما حصلتش قبل كده أن احنا بننظف ثمن شواطئ جنب بعض والثمن شواطئ دول من المنظرة لسيدي بيش عشان نوعي كل الناس في آخر الصيف اللي بيزوروا خلاص بينه المصيف في اسكندريان هو بأختار البلاستيك أو أحد الاستخدام اللي هم بيستعملوه طبعا كل معظم الحاجات البلاستيكية المخلفات البلاستيكية بتقعد من 400 لألف سنة طبعا بجميع أنواع وأشكالها وبتترمي بالأسف على الشاطئ وبعد كده بتروح للبحر أو البحر المتوسط والفكرة كمان الحملة أن احنا عايزين بنضم شرائح كتير جدا من اسكندرية كمتطوعين يكونوا موجودين معانا من نوادي من مدارس مدارس حكومية مدارس خاصة بعض الوقت بيبقى فيه ناس من معاهد أو أكاديميات أو كليات في اسكندرية فده اللي احنا بنحاول نعمل بنخلق وعي وبنكبر دائرة المعرفة الخاصة بالبلاستيك أحد الاستخدامه وأختاره بلاستيك هي عبارة عن كلمتين بان أو حجب أو حزر أو منع البلاستيك أحد الاستخدامه أو كلمة بلاستيك فخليناها كلمة واحدة بحيث أنها تكون كاتشي أو تخلي الناس تفكر من ناحية أنه هو لا أو البلاستيك ده كلمة مش كويسة يعني أو حاجة غلط أو حاجة نيجيتف وبتأثر على البيئة فاحنا قولنا نغير الموينسات أو شكل تفكير من ناحية البلاستيك حتى ناس بتسألنا ممكن لإسمي ببقى صعبة في الأول بعكاية بيفهموا أنه فيه مشكلة أو فيه أزمة فهو ده اللي احنا كنا محتاجين نخلقه وابتدينا في 2018 في اسكندرية مش بس عشان نحن من اسكندرية بس احنا كنا حابين أكتر أن نحن نسلط الدوق أن فيه قضايا بيئية موجودة في تاني أكبر مدينة في مصر وسادس أكبر مدينة في أفريقيا وهي اسكندرية وأن نحن عايزين نخلي الموضوع مش مركزي أكتر نخلي أن فيه يا جماعة فيه حاجات ممكن مغادرات تطلع في حاجات كتيرة جدا فبس صحيح وفحاولنا أه تفضل يعني في البداية بعد صباح الخير على حضرتك وخليني لنا أحييك على هذه الحملة التوعوية في المقام الأول وفكرة الماركتنج واستخدام الاسم يعني كان حاجة صائبة بس عاوز أعرف مستهدفتكم بقى بكرا إن شاء الله كم مشترك يكون موجود في هذه الحملة إن شاء الله أننا المستهدف أن يكون فيه أكتر من 600 متطوع يعني يكونوا موجودين متقسمين على الثمن شواطئ نفسنا أكتر نكسر الرقم فكذا الثمن شواطئ بتغطو اسكندرية كاملة يعني لا لا يعني بنقول شرق اسكندرية كله بس هو يعتبر هو ده الجزء اللي هو بيبقى الرملي أكتر بيت اسكندرية بيبقى فيها السخور والحتة الجميلة اللي فيها تواجد للمواطنين الأقلية فإحنا عايزين ناس اللي فيها متواجد ناس بتقعد على الشاطئ أكتر لأنه هو ده اللي بيبقى ملوث أكتر للأسف بالبلاستيك والجزء ده كله يعتبر كبير جدا تقريبا يوصل 5 كيلو 5 كيلو متر أو أكتر و5 كيلو متر الشاطئ ده ضخمة جدا جدا يعني حتى في سواحل كبيرة في دول كبيرة يعتبر ده رقم كبير والمستهدف كان نحن نكسر أكتر من 2 طن بلاستيك يكون بيتلمى من الشواطئ والهدف الأساسي التوعية والهدف الثاني أن نمنع 2 طن بلاستيك أنهما يسحفوا للبحار وطبعا بالأسباب كتيرة ممكن بيتشاط وممكن أن ما بيبقاش فيه ساعة النسبة وانعكاسه على صحة المواطن بشكل عامل خلال تواجه طبعا وده أهم شيء ده أهم شيء الناس فاكرة أن الموضوع بعيد عنها لكن هو فعلا بيأثر على الصحة بشكل مباشر ومنها في قصة المايكرو بلاستيك وأكيد فيه دكاترة عظام والناس تتكلمت على الأزمة دي فهو الموضوع صحة وبيئة في المقام الأول طيب يعني أستاذ أحمد الحيامك لو بصينا كده للأسماء اللي أنتم مختارينها هل هي فعلا مميزة من أول بلاستك زي ما تكلمت لمبادرة جانس كمان عرض بقى سيبنها لكم خدرة يعني قلنا الفكرة جات لك منين جات لكم منين إزاي كمان اتحولت العرض حكي أيوة إحنا بتدينا مشروع خاص بإن إحنا نقدر إزاي نخلي الفنون جزء من عملية التوعية الخاصة بالبلاستيك واتشفنا الفنون مهمة جدا جدا بجميع أنواع وأشكالها عشان نقدر الناس توصل لها الرسالة أو المسج بشكل مختلف يعني فكرة التوعية بالورش العمل أو المحاضرات أو الحاجات دي كلها ساعات بيبقى شكل تقليدي أو كلاسيكي لكن إحنا فضلنا السنة دي إن إحنا يكون عندنا آليات بس بشكل فني وطبعا عروض الحكي وبالذات اسكندرية يعني أنا مش متحيص خلص اسكندرية بس عروض الحكي في اسكندرية دايما مميزة عن قصص كتيرة جدا وناس بتحكي عن سواء قصص طفولة أو قصص خاصة بذكريات خاصة باسكندرية أو التراث السكندري بجميع أنواعه بس إحنا خطرنا السنة دي إن إحنا نتكلم عن البيئة والبلاستيك ومشاكله مع الناس وزي إنه هو كان صديق زمان صديق ودود وكنا بنحبه بنستعمله كل يوم وجنبنا وفجأة اكتشفنا نوع عدو شرس جدا العالم كله بيتخلص منه دلوقتي دايما بيستبدل وبيستبدل أي منتج بلاستيكي بيحاول يجد بديل آخر مظبوط فهو العروض خدت شكل طبعا هي حصلت من ثلاث يام تقريبا وحتتكرر تاني في اكتوبر بمشتركين أو ناس اشتغلت أو اتضربت تحت رعاية دكتور أحمد أبو النصر وعايز أشكره جدا على الهوى أنه هو فعلا ساعد ناس فيه منهم ناس كانت محترفة فيه ناس كانت لسه بتتعلم يعني إيه حكي عشان يقدروا يعملوا سرد بيئي لقصص البلاستيك وإزاي إنها بتلوس البيئة وبعد والإسم هم اللي اختاروه اللي هم مجموعة السرد أو مجموعة الحكائين وكانت حاسين نحنا بدل سايبنها لكم خدارة كانت حاجة ناجاتف شوية لا خلناها بوزيتف إننا عايزين نسيبها لكم خدارة أو نسيبها للأجيال القادمة بإنه فعلا تكون مخدارة وما يبقاش فيه تلوس بلاستيكي أو موجود أي تغير مناخي بشكل من أشكايا طيب يعني خلينا في سايبنها لكم خدارة تحديدا سوز أحمد وعاوزين نعرف إيه الإسم اللي جاي أو العرض اللي جاي أه هو العرض اللي نحن نتفق على الإسم بس أعتقد ممكن حن الإسم نجح جدا فحنكون تقريبا نفس الإسم بس العرض المراتي إن إحنا عايزين نغير شرايح شوية الشرايح أو الجمهور اللي يحضر فممكن يكون ناس أصغر المرة اللي فاتت كان الجمهور يعني معظمهم الشباب وكان فيه شوية ناس كبار فيه تفاعل حقيقي أستاذ أحمد مع المواطنين صح؟ يعني أنتم من خلال توجدكم على الأرض شايفين تفاعل ده المهم جدا يعني أعتقد المرة اللي فاتت للأسف كان على آخره يعني العدد كان كومبليت وكنت سعيد بدا جدا جدا نحنا كنا بنحاول نشوف فرص إن إحنا نوسع المكان فما كانتش مستوع بالعدد للأسف ففيه ناس زعلت إنها محضرتش كان نفسها تحضر إن شاء الله اللي محضرش يكون معاكم في العروض القادمة وإحنا اللي سعداء به وجود حضرتك معانا والإحنا صحناك بادري علشان تكون معانا في صباح الخير يا مصر لا لا شكرا جدا شكرا أنا سعيد جدا أنا موجود في صباح الخير يا مصر شكرا جدا أستاذ أحمد يسين مؤسس شريك مبادرة من لسك شكرا جدا